بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن زبير بن عدي أنهم أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد عمر وبقي إلى حوالي تسعين سنة من الهجرة النبوية وكان قد ادركه شيء من الفتن ادرك وقته شيء من الفتن فجاءوا يشكون إليه ما يجدون من الحجاج الحجاج بن يوسف الثقفي أحد الأمراء لخلفاء بن أمية وكان معروفا بالظلم وسفك الدماء وكان جبارا عنيدا والعياذ بالله هو الذي حاصر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وجعل يرمي الكعبة بالمنجنيق حتى هدمها أو هدم شيئا منها وكان قد آذى الناس فجاءوا يشكون إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال لهم أنس اصبروا أمرهم بالصبر على جور ولاة الأمور وذلك لأن ولاة الأمور قد يسلطون على الناس بسبب ظلم الناس كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون أنت إذا رأيت ولاة الأمور قد ظلموا ظلم الناس بأموالهم أو أبدانهم أو حال بينهم وبين الدعوة إلى الله عز وجل أو ما أشبه ذلك ففكر في حال الناس تجد أن البلاء أساسه من الناس هم الذين انحرفوا فسلط الله عليهم من سلط من ولاة الأمور وفي الأثر وليس بحديث كما تكونون يولى عليكم كما تكونون يولى عليكم ويذكر أن بعض خلفاء بن أمية وأظنوا عبد الملك بن مروان جمعوا جهاء الناس لما سمع أن الناس يتكلمون في الولاية جمعوا جهاء وقال لهم أيها الناس أتريدون أن نكون لكم كما كان أبو بكر وعمر قالوا بلى نريد ذلك قال كونوا كالرجال الذين تولى عليهم أبو بكر وعمر لنكون لكم كأبو بكر وعمر يعني أن الناس على دين الملوك فإذا ظلموا أي ظلم المولاة الأمور للناس فإنه بسبب أعمال الناس وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طال رضي الله عنه وقال له ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر قال لأن رجال أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورجالي أنت وأمثالك يعني أن الناس إذا ظلموا سلطت عليهم الولاة ولهذا قال الناس أصبر وهذا هو الواجب الواجب أن الإنسان يصبر ولكل كربة فرجة لا تظن أن الأمور تأتي بكل سهولة الشر ربما يأتي بغتا ويأتي هجما ولكنه لن يدال على الخير أبدا ولكن علينا أن نصب وأن نعالج الأمور بحكمة لا نستسلم ولا نتهور نعالج الأمور بحكمة حتى وصبر وتأني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحين إن كنت تريد الفلاح فهذه أسبابه وهذه طرقه اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله أربعة أشياء لعلكم تفلحون ثم قال أنس ابنالك فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وصلا يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر منه شر منه في الدين وهذا الشر ليس شرا مطلقا عاما بل قد يكون شرا في بعض المواضع ويكون خيرا في مواضع أخرى وهكذا ومع هذا فإن الناس كلما ازدادوا في الرفاهية وكلما انفتحوا على الناس انفتحت عليهم الشروع إن الرفاهية هي التي تدمر الإنسان لأن الإنسان إذا نظر إلى الرفاهية وتنعيم جسده غفل عن تنعيم قلبه وصار أكبر همه أن ينعم هذا الجسد الذي مآله إلى الديدان ونة وهذا هو البلد هذا هو الذي ضر الناس اليوم لا تكاد تجد أحد إلا ويقول وش قصرنا وش سيارتنا وش فرشنا وش أكلنا حتى الذين يقرؤون العلم ويدرسون العلم بعضهم إنما يدرس من أجل أن ينال رتبة أو مرتبة يتوصل بها إلى نعيم الدنيا ما كأن الإنسان خلق لأمر عظيم والدنيا ونعيمها إنما هو وسيلة فقط نسأل الله يجعلنا وإياكم نستعمله وسيلة قال الشيخ سامر بن تيمير رحمه الله ينبغي للإنسان أن يستعمل المال كما يستعمل الحمار للركوب وكما يستعمل بيت الخلاء للغائق يقول ليعرفون المال يعرفون قدرة لا تجعل المال أكبر همك اركب المال فإن لم تركب المال ركبك المال وصار همك والدنيا ولهذا نقول إن الناس كل من فتحت عليهم الدنيا وصالوا ينظرون إليها فإنهم يخسرون من الآخرة بقدر ما ربحوا من الدنيا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما الفقر أخشى عليكم يعني ما أخف عليكم الفقر الدنيا ستفتح وإنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الذي أهلك الناس اليوم الذي أهلك الناس اليوم التنافس في الدنيا وكونهم كأن ما خلقوا لها لا أنها خلقت لهم فاشتغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له وهذا من الانتكاس إنساء الله العافية وفي هذا الحديث وجوب الصبر على أولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا لأنك سوف تقف سوف تقف معهم موقفا تكون أنت وإياهم على حد سوا عند ملك الملوك سوف تكون خصمهم يوم القيامة إذا ظلموك لا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهبون حباعا أبدا حق المخلوق لا بد أن يؤخذ يوم القيامة فأنت سوف تقف معهم بين يد الله عز وجل ليقضي بينكم بالعدل فاصبر اصبر وانتظر الفرج فيحصل لك بذلك أولا اطمئنان النفس والثبات وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله بها وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر وفي هذا التحذير من سوء الزمان وأن الزمان يتغير ويتغير إلى ما هو أشر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم لأصحابه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وأظن نحن وعيشنا في الدنيا قليل بالنسبة لمن سبق نرى اختلافا كثيرا رأينا اختلافا كثيرا بين سنين مضت وسنين الوقت الحاض حدثني من أثق به أن هذا المسجد مسجد الجامع مسجدكم هذا لا يؤذل لصلاة الفجر إلا وقد تم الصف الأول يأتون إلى المسجد تهجدون أين المتهجدون اليوم إلا من شاء الله قليل تغيرت الأحوال تجد الواحد منهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الطيب تغدو خماصا وتروح بطانا إذا أصبح يقول اللهم ارزقه قلبه معلق بالله عز وجل فيارزقه الله وأما الآن فأكثر الناس بغفلة عن هذا الشيء يعتمدون على من سوى الله ومن تعلق شيئا يوكل عليه نعم والحمد لله في الآونة الأخيرة لا شك أن الله سبحانه وتعالى فتح على الشباب فتحا أسأل الله تعالى أن يزيدهم من فضله فتح عليهم وأقبلوا إلى الله ونجد بين سنواتنا هذه الأخيرة والسنوات الماضية النصف للشباب نجد فرقا عظيما قبل نحو 20 سنة لا تكاد تجد الشاب في المسجد أما الآن ولله الحمد فأكثر من في المسجد هم الشباب وهذه نعمة ولله الحمد جارت الإنسان لها مستقبلا زاهرا وثقوا أن الشعب إذا صلح فسوف تضطر ولاة أموره إلى الصلاح مهما كان فحن نرجو لإخواننا في غير هذه البلاد الذين من الله علم بالصلاح إذا استقاموا على الحق أن يسلح الله لهم الولاة ونقول اصبروا فإن ولاتكم سوف يصلحون غصبا عليه إذا صلحت الشعوب صلحت صلحت الولاة بالاضطرار نسأل الله أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وشعوبهم إنه جواب كريم شكرا